خصائص الثقافة وعلاقتها بالمنهج المدرسي للثقافة خصائص منها واحد الثقافة إنسانية الله عز وجل اختص الإنسان بالعقل دون غيره من الكائنات لذلك فهو وحده الذي يمتلك الثقافة المتوارثة والحالية ويستفيد منها من هنا كانت مهمة المناهج الدراسية التركيز على خصائص الإنسان التي تميزه عن خصائص الكائنات الأخرى خاصة القدرة على التفكير والإبداع اثنين الثقافة مكتسبة وليست فطرية فالإنسان يكتسب الثقافة من خلال خبرات يمر بها في حياته لذا كانت مهمة المناهج هنا التركيز على ما يناسب الطلاب من ثقافة في كل مرحلة تعليمية وتزويدهم بمهارات الاكتساب التي تساعدهم على التعلم الذاتي ثلاثة الثقافة متغيرة أي أن الثقافة قابلة للتغير والتطور والاختلاف من عصر إلى آخر ومن جيل إلى آخر ومن مجتمع إلى مجتمع آخر وما دامت الثقافة متغيرة إذن فلابد من تغير المناهج المدرسية وتطورها حتى تساير هذا التغير الثقافي أربعة الثقافة قابلة للانتشار فالثقافة تمتاز بأنها تنتقل من جيل إلى جيل ومن فرد إلى آخر في المجتمع الواحد أو من مجتمع إلى آخر وهذا يتطلب من المناهج الدراسية الاهتمام بمساعدة المتعلمين على الانتفاع بثقافتهم وأيضا ثقافة المجتمعات الأخرى وذلك بتعليمهم اللغة القومية وبعض اللغات الأجنبية الحية الأخرى ترجمة نانسي قنقر